موسيقى براندفو اليوم رح بيكون عنا راندفو راقص فني ومثل كل سنة لاتن فاستيفال بي الدسينز اليوم معنا السيدة أنا الشيحة صباح الخير مجور حضرتك كمان مسؤولي عن الجامعية اللي بتعنا بهالفاستيفال اللاتن فاستيفال بدي تعطيني كل التفاصيل عن الموضوع كيف تحضر أي سنة صرنا وكيف عم بيكون الجو هيدا ثلاث سنة من منظم الفاستيفال كل سنة عم بيكون أحسن من أحسن وبتعرف الرأس صار هلأ كثير دارج خاصة نورة البروغراميات اللي عم تعمل الانتيفير اللي بعقله هل تعتقد أنك يمكن أن تنس ودانس بشكل كثير كبير على الرأس صحيح؟ لأنه بدنا أولادنا يعملوا سبار أكتر أنه عرفت كيف هي وبدنا كل العالم ترقص لأنه الرأس بيشير استرس أنا حسيته بهالتغيير يعني حسيته أنه زاد الطلب أو زادة الترند إذا فينا نقول طبع الرأس وتحديدا اللاتن كثير صارو صارت العالم تفكر بالرأس بغير الطريقة صار كل واحد بدو يرقص صار يجوا عم بيشوفوا أنه الرأس الكل إذا بيعرف أو ما بيعرف إذا بواحد يرقص طا يتسلوا كمان تأشير استرس أو طا يكون بروفشنل بالكريم طبعا صحيح يعني هي نوع من من ترفي من علاج بالرأس وأدي الشخص اللي بيرقص أو يلي بلش حاليا يرقص عم بحس بالفرق أنا يعني يمكن غير ما يجربوا الناس لحتى يصدقوا قدي هالشي صحيح أكثر شيء أنه كل اللي بيقدر يرقص في منهم يفكروا عمنا وقبرنا لا الرأس للكل كل واحد يعني بيعرف أو ما بيعرف وما في الليميت للعمر كيف بلشتوا كيف طلعت معكم هالفكرة وأخذتوا الممبادرة صراحة أنا مالي زمن بالرأس كنت بأمريكا وتعرفت على الولد شامبيون اللي هي ايتين تام بولد شامبيون نعم وكتير حمستنا وجيت على لبنان وحبيت أعمل هالشي يكون يجمع كل المدارسة على لبنان وهيد الفيستيفال بنظموه بكل العالم وقالنا ليه بدنا ننظمه بس ليه نحنا من نسفرنا نتعلم برا خلنا نعمله باللبنان منشجع السياحة ونشجع في الرأس ونشجع كل شي يعني هكي بلشت الفكرة هكي بلشت الفكرة والتطبيق على الأرض كيف صار هل تكون جروب معين أدي صار للكون بلبنان هيدا ثلاث سنين نجعب إليك وهلأ نحنا عم نشتغل مع جروب اسمه اس 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 تيم عندهم بيتبعوا بلبنان وغير لبنان وفي كتير عالم تجي من بره تلميز تجي من بره وكل سنة عم نكبر اللاين أب يعني أول سنة جبنا يمكن بتذكر أربعين أرتست هديك سنة خمسين سنة جايبين سبعين وفي كتير منهم وولد شامبيونز سنة الماضية تعرفنا على البعض منهم أكيد بي أم تيفي ألايف وعملونا برفورمانس تاخد العقل بالستوديو والسنة كمان وأكيد حكوا عن ووركشوبس ورشية عمل ساريت لكل الأشخاص اللي بيحبوا كانتوا مقصمة على المحترفين وغير المحترفين أنا السنة كيف عم بيكون البروغرام؟ السنة زدنا شي اسمه أبسولوت بيجينر يعني اللي ما بيعرف يرقص بالمرة بالمرة عند في صفوف مختصة له ولكن لحياة لعمر كما في أنه صفوف لو حتى يتسلى بيعمل زومبا بيعمل هب هوب زوربا أوريانتل كل هالنوع من الرأس وفيه أكيد كمان بول بارتيز بالنهار وانترتينمنت يعني رأس كل النهار نونستاوب وفيه اللي 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 دجا بيعرفوا يرقصوا في عدة لفل في البيجينر انترميديد أو للأدفانست سو كله مقصم كله مقصم أكيد رح بيكون البرنامج كله واضح ومقصم بشكل كتير محدد وأكيد بينزل على الويب سايت أكيد فيسبوك وويب سايت والتيكتز بينبيعوا بفرجن أو بكل المدارسة وفيه اللي بصرر رأس لحتى يقدروا الناس يتابعوا مرحلة وراء مرحلة لابنون لاتن فاستيبال لابنون لاتن فاستيبال صح وعال فيسبوك نعم الأنواع هي اللي رح بتكون موجودة سينة بالشو أو بالفاستيبال كل شي اسمه لاتن دانس سالسة باتشاتا كيزومبا ريجاتون هب هوب زومبا كل هالنوع أكيد عربي من ضمنون الأوريانتل الرأس الشرقي كمان دبكة الدبكة جديدة السنة أو كان سنة الماضية؟ لا لا كل سنة نعمل عم نشوف البعض من صور السنة الماضية أداة كان فيه إقبال أنا؟ كثير أداة كم شخص كان عنا؟ 600 شخص السنة أداة متوقعين متوقعين 700 متوقعين 700 يعني كل سنة عم بتكون عم بتزيد القصص عم يجينا ناس من بره أكثر لأن أول سنة كان فيه مشاكل زكري قصة أوباما وهذه السنة كمان كان شوي بس انه ما كان فيه حرب يعني بس كل سنة عم بيشوفوا العالم عم يجوا الأجانب عم يشوفوا انه ما فيش انه فيه الوضع بأحد بيقدر يجي وينبسط ومش متل ما بيت الصورة مبينة وكل سنة عم يجينا فيه حيجينا 200 تلميذ مبارسة مبارسة واو وهو عدد كتير كبير بالنسبة للموجودين يعني بالفستفال بشكل عام من كل بلد عم بيكون فيه تعاون مع الفستفال بكل أنحاء العالم أكيد في عنا بروموترز بكل وفي عنا فستفالات نتعاون معهم أكيد بكل العالم والسنة ضايفين شي على الفستفال اللي هو اسمه في الكمبيتشن بميامي اللي بتصير اللي بيطلعوا منها الارتس والكوب نحن رح نعمل كاليفي كينشوز باللبنان واللي بيربحوه رح نجيب لهم سبانسر نسفرهم على ميامي يتا يعملوا الكمبيتشن ليفوتوا بالمبارات العالمية وممكن ياخدوا كيف عم بتكون البرفورمانس لللبنانيين يعني الأداء اللبناني للمحترفين بالنسبة للأداء العالمي أنا كيف عم بيكون كثير كثير عالي خاصة من وراء البروغرامات تبع التيفي يعني صار الوحد عم يشتغلها حاله أكثر بتحس فيه تحفيز كثير وصاروا كثير عم يعني كثير عم بيرحوا على استفالات وعم بزيدوا أنواع الرأس يعني كل ما تتعلم رأس جديدة كل ما بتصيري أحسن كل ما بتتحسني بحالي قدي عم بيكون في مكان للأطفال؟ يعني كيف عم بيكون مقسمة الفئات بين أطفال، بين سيدات، بين رجال؟ يعني أعنا من كل الأعمار نعم، الأطفال من أي عمر بيبلشوا؟ بالفستفال لعنا من الثمانة بالطالع، لأنه تحت الثمانة ما بعود الولد يعني رح يستوع برأسه جديدة بيكون بده مدرسة يمكن أو يكون بلش بعلمه كسلحة يقدر يشترك بفستيفال لمدة 3 ايام أو 4 ايام صح وعننا كعدة أسعار يعني الولاد تحت الـ 14 بيدفعوا بس سين دولار على ثلاث يوم واربع ليالي بفوتوا بيحلروا الشوز والأبسولوت بيجنر كمان بيدفع بس سين دولار والفول باس العادي ببلغ يشلق مئة وثلاثين دولار بيصل للمئة وتسعين على البيب وأكيد عم بيكون في صحرات ايه صحرات الشوز ما بيتفوتوا بصراحة كل الليلة كل اللبنانية والأجانب بيعملوا شوز ويكون في صحرة برة يعني اندور واؤتور على أربع ليالي وهيدا الفول باس السعر لكل الباكج هل عم بيكون في مدربين لبنانيين أو كل المدربين عم بيكونوا أجانب أنا لا كل المدربين أجانب لأنه الليلة بكتير كبير لأنه نحن موجودين بلبنان يعني الأكسي طبعاً موجود سو نحن عم بدل ما اللبنانيين يروح يتعلموا مع الأجانب ببرة عم نجيبهم من برة يتعلموا معهم هالفكرة يعني ولكن مش هيدا هيدا ما بيعني أنه اللبنانيين المحترفين هن بركاء أقل لا لا أبداً لا مش هالفكرة أبداً نعم بس أنه لحتى يكتسبوا إشياء جديدة صح لحتى يكون فيه انفتاح أكتر على الرأس العالمي صح طيح يحس اللبناني كمان أنه كأنه سيفر لبرة كأنه عامل سمينار بره يمسين أو وركشوب بره هيدا هي الفكرة الأساسية هيدا الفكرة عم نشوف هون الصور هودولي وركشوب ولا صهرات؟ هيدا وركشوب زربة على البحر حلو كتير ما هو الجو كله لحاله بيحمس أنه نروح نرقص؟ هو الحلو أنه المجمع كتير بيساعد يعني كله على البحر من أجمل مناطق لبنان على كل حال شط جبال يعني معروف ونحن أصد نقنها بجبال لأنه حد المدينة التراثية يعني مع صوران فرد حجر تلو أولو بيجو على الفستفال وبتكون سياحة بذات الوقت صحيح حلو كتير هالفتي وزياد حوات رئيس بلاد الجبال كتير عم يدعمنا تحية كبيرة لأيلو لزياد أنا بكرة عاملين لانشينج إطلاق هالحملة أو هالفستفال اللي عملين هالقد بكير يعني عم نشوف في فرق كتير كبير بالوقت بيناتون لأنه من هلأ يلي بدو يعمل البروغرام للفيستفال بدو يعمل البروغرام ومن هلأ يمكن بدو يكون مسافر يلي بدو يجو من بره بدون يعرفوا بدون يعرفوا شلان أبطبع الأرتست بدون من هلأ يبلشوا نحن من هلأ نبلش بيات تيكت لأنه بسرية العسار تتعامل بروغرامك لأنه بتعرفي حسب يعني ممكن توقفوا على عدد معين من المشتركين قد ممكن تستقبلوا لا حد السنس ملا بساعة بساعة والأشخاص المدربين كمان ممكن يستوعبوا هالقد عدد يعني تقسيم العمارية تقسيم عندنا ست ست صليت عم بتبرب سبع ساعات بالنهار على ثلاثة أيام ست صليت ست صليت وجوه وبره أو كيف هم بيكون الشغل جوه وبره على البحر على البول بالبروم فيه من كل شيء وبالأشخاص الموجودين على البحر بهالوقت بيتفرجوا بيكونوا مشاهدين يعني هيدا الصف اللي شفتيه في كتير ناس كنت قادي على البحر فاتت على الصف فيهم دغلي يشتركوا نعم في عنا بيشتركوا بنهار واحد أو بيشتركوا لثلاثة أيام إنه في باي داي فيه كمان يلي بيدي يروح على الصهرة لوحدة صهرة واحدة كمان بيقدر كمان يعني كل شيء مسهل وكل شيء للأشخاص هيك عم تحمسون لحتى يجوا يشتركوا هون أجواء بالماي عاملين كنا بول بارتي بين الساعتين البريك بول بارتي يعني ميزيك وكله رأس قلب الماي وبر الماي يعني الارتست كانوا عم برأسوا للعالم يعني اللي عم يتشمس كله اشترك التناقض بين تأس اليوم وبين يلي عم يشوفوا بالفعل بيخلينا ننطر بفارغ الصبر أنا عمل من هالنوع بدو تحضير كتير وبدو أكيب عمل كتير كبير قدي عم بتكونوا وقبل بقدي وقت يعني من سنة لسنة كأنا عم بتحضروا يعني بيخلص الفيستيفال ونبلش بالتحضير أنا كل يوم أنا والأكيب تبعي كل يوم نشتغل أربع خمس ساعات على الفيستيفال من هلأ؟ بياخد كتير شغل كم شخص بالأكيب؟ نحن خمسة خمس أشخاص عمل كتير كبير وعمل عالمي نعم شو محضرين لبعدين؟ هل في أفكار جديدة أو مكملين بس باللاتين فاستيفال؟ هل ممكن يكون فيه إشياء بالخارج لبنانيين يمكن يروحوا لبرة؟ فيه بس سوربريز ما هي؟ حذرت؟ يعني شو عم بيكون فيه هيك تحضيرات شوي؟ لا بس هلأ أكتر شي مركزين على هيدا الفيستيفال وعلى الولدكوب هيدا الولدكوب بتجيب كمان مشتركين من كل العالم يعني هيدا كثير مهمة عم نشتغل علي لأن جايبين هو اللي اخترع شي اسمه وردكوب اخترع شي اسمه فستيفال طبعا اللاتين دانس اسمه ألبرت توريس رح يكون معنا سو كمان هيدا حدث كبير وبدو تحضير هيدا حدث كبير وإن شاء الله بتكون عمراني السنة بالأحداث أنا شيحة أنا بدي أشكر وجودك معنا بديك تذكريني بجمعية جامعية جيشتوس روم دي هارت نعم بتساعد المحتاجين والخطرية وكل المحتاجين بس شو علقتها بالفاستيفال نحنا مندعمها انتو بتدعموا يعني هالفاستيفال بخير لهالفاستيفال وي فاندريز منساعد الجامعية بتساعدوا هالجامعية يعني قسم من الريع هالفاستيفال لرعاية الجامعية لرعاية الجامعية أهلا وسهلا فيك وأهلا يقويكم يعطيكم ألف ألف عافية بدي أذكر المشاهدين أنه من الإيفنت اللي موجودين بلبنان في دورا The Explorer رح بذكر أنه هي رح بتكون بالبالي دي كونغري بثبت 28 شباط والأحد واحد عدار عنا ثلاث سيانسات 11 اتنتين وخمسة بعض الظهر التكتس أكيد بالفرجن ميغا ستور أما هلأ فرح ناخد برايك ومن بعضنا نتابع ام تيفيق لا يبتابعونا اشتركوا في القناة